بتواجهوا مشكلة عشان تلاقوا الموهبة؟ يعني زمان كانت الوسائل التواصل مش موجودة اليوتيوب ما كانش حد يسمع عنه حاجة قنوات التلفزيون كانت قولة وتانية ولما دخلت تالتة كان فيه يعني النقل نوعية النهاردة كل ده موجود ورغم كده العين اللي بتدور على الموهبة برضو بتواجه مشكلة دي المشكلة كان معنا طبعا الكابتن بادراجب متخصص في قطاع البراعم ومن أحسن المدربين اللي جات في المجال ده وأنا بصراحة تعليمتهم منه كتير جدا الكابتن بادراجب كان عنده ميزة كويسة قوي أولا في الاختبارات كانت بتدور بشكل ممتاز طبعا رحمة الله علي كان الكابتن أحمد مهل موجود معنا الله يرحم ومن نفس الكواد الإدارية الهيلة والفنية طبعا يجي للكابتن بادراجب نفس الكلام كان متواجد في الاختبارات وكان علاقاته ممتازة بالأكاديميات الأكاديميات اللي كانت بتبقى في الأقاليم كان أي حد مداري ممكن يتصل بي يكلمه يقول له نعندي موهبة نشوفها ونشوفها بعين يعني باهتمام وبناءا عليكم بمختار اللعيبة بشكل يعني عارف بشكل جيد لعيب متميز ويبدأ بقى تنفيذ البرنامج التدريبي عليه اللي بيؤهله إنه هو يبقى من اللعيبها المتميزين اللي تستحق ارتداء الفنية في النادي الأهلي وأكمل اللعيبة حصل كده فدي زي ما حدارك بتقول دلوقتي لقى وسائل تواصل كتير وميديا وإعلام ولكن العين اللي بتختار دي مهم جدا واللي بتكمل عليها البرامج التدريبية اللي بتؤهله إنه هو يبقى لعيب متميز سيفا يجير باللعيب كويس أنا ممكن أقول لك لعيب كويس بس خلي بالك لعيب كويس دي تحتمل أنه يلعب في النادي ولكن اللعيب المتميز ده اللي أقدر أقول عليه يلعب في النادي الأهلي وبناءا علي لازم الاختيار يبقى متميز أفضل للمدربين تكون في قطاعات البراعة